ضمن الأسبوع التالي من بطورة لبنان للدرجة الثانية استضاف الشبيب المزرعة على ملعب الصفة الرياضة والأدب اللقاء كان ممل وانتهى سلبي أداء ونتيجة الفريقين حاولوا خطف هدف وبالتالي ثلاث نئات لكن الفرص الأليلة بهاللقاء ما ترجمت لأي هدف وعلى ملعب صيدة البلد الأهل صيدة كان عم يستضيف الخيول الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بعد ما كان الأهل الطرف الأفضل والأخطر على مرمى منفسهم بشوط الثاني حصلت حالة تحكمية احتج عليها لعبير خيول بعد ما انفرد مهاجم الخيول حسان شريفة وتعرض للعرقل من آخر مدافع لكن الحكم اكتفى ببطاقة صفرة بدل الطرد هالأمر أثر على نتيجة اللقاء خاصة بعد ما سجل الأهل صيدة هدف الفوز بالدقيقة 75 عبر سليم أحمده وعلى ملعب النجمة تابع الحكمة نتاجه الجيدة وفاز على العمال ترابلوس بنتيجة 5-2 المخضرم علي عقوب افتتح التسجيل للأخضر بالدقيقة الخامسة المخضرم الآخر محمد أصاص عم يتابع تقلقه بعد ما سجل هدفين للحكمة قبل نهاية الشوط الأول وتحديدا بالدقيقة 32-43 3-0 انتهى الشوط الأول بالشوط الثاني محمد عبد الساتر يسجل الهدف الرابع للحكمة بالدقيقة 60-70 علي علي بيقلص النتيجة لـ 1-4 محمد عبد الساتر مجددا يوسع النتيجة لـ 5-1 بتسجيله الهدف الشخص الثاني وقبل النهاية بـ 6 دقايق سجل موسى طيبة الهدف الثاني للعمال لتنتهي المباراة بفوز كبير ومستحق للحكمة 5-2 النتائج الكاملة له المرحلة بالإضافة للترتيب منتابعون سواح ترجمة نانسي قنقر الأسبوع الرابع من دوري الدرج الثاني الأهلي النباطية بيستضيف الهومانتمن بكفرجوز يوم الجمعة كمان الجمعة الأهلي صيدة بيلعب مع العمال بصيدة كل المباراة 3 ونص السبت بيلعب الشبيب المزرع مع الخيول على ملعب الصفا والأحد يلعب المباراة مع الرياضة والأدب على ملعب العهد الساعة 3 ونص وأيضا الأحد مباراة القمة المبكرة بين الاجتماعي والحكمة على ملعب ترابلوس البلدي إذن الأحد الساعة 3 ونص